طبق أعربت طبق إيه؟ يا بنت اللي جاوي بجاوي إفريجي عنه بقى دخد الأجازة ما تخافش أنت أعربت طبق إيه؟ أماما مفعول بيهي؟ يعني أنت مش عارف الفعل من مفعول إيش حال ما كنوت حالين اللي يطع دي قبل الامتحان عامل فيك إيه؟ عامل عامل فيك إيه؟ بس 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 عصبيتك دي بقى اللي بتخليهم يغلطوا يلا يا أولاد تأكلوا يلا يلا يا بيدو يا حبيب عشان تروق دمك محتاج يا ماما هو باله ريق رباني يا عمال بارد زي أبوه يا عمال أيوه يلا يا حبيبي عشان تأكل يلا يا ابني يلا يلا يا حبيبي نيوم قعد هنا عشان خطري بحط يا مزهودة إيه ده؟ أنا سمع صوت مذاكرة قلت لسه شوية عالغدر لا مذاكرة ولا حاجة وإنت يا سناء مش قادرة تنسي إنك مدرسة؟ ما خلاص المذاكرة خلصت والإمتحانات خلصت ترحميهم شوية بقى يا أخويا أصل اللي عامل نفسه صارع ده كان مخبي عني ورقة الامتحان بس أنا بسرات يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا ولاد كله يلا يا اسمين يلا يبيده يا حبيبي كل خد يا أخويا خد يا حبيبي محمرة هالك بالسمنة البلدي اللي مراتك حرمت منها ده كتير قوي يا حبيبتي كولي يا أخويا كل إنت مش شايف وشك بقى عامل إزاي إيه يا جنة يا حبيبتي يا ماما بتتضخشي ولا إيه؟ لا إزاي بقى؟ دي حتى جيهان شطرة قوي غريبة مع إنها يعني عمرها مع عزمتنا ولجأت في إيدك كده وجايبة حاجة من العمال إيدها يعني هي لس عينا من الأسبوع اللي فات لا أحسن أحسن كولي يا عيال كولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر